الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين أما بعد في لقاءات جديدة من لقاءات الإيمان والتقوى نتدارس فيها شيئا من آيات كتاب الله عز وجل نبتدئ في هذا اليوم بقراءة سورة إبراهيم عليه السلام وهذه السورة سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة وموضوعها الأساسي يتحدث عن الهدايا التي تكون للأنبياء وأتباعهم وما يقدره الله لهم من العاقبة الحميدة عزا ومجدا ورفعة وبيان حال أولئك المعرضين عن أنبياء الله فإنه مع عظم ما لديهم من الإمكانات وما عندهم من المكر العظيم إلا أن العواقب السيئة تكون لهم فلعلنا نقرأ شيئا من الآيات من بداية هذه السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني فإن الله لغني حميد ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بالحروف المقطعة ألف لامر لبياني أن هذا الكتاب كوّن من حروف عربية وجاء بلغتكم أيها العرب ومع ذلك تعجزون عن الإتياني بمثله ولذا نوه الله بذكره فقال كتاب أنزلناه إليك فهذا القرآن سيبقى مكتوبا إلى قيام الساعة وإنزاله من عند الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم لحكمة عظيمة وغاية كبيرة ألا وهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور ظلمات ماذا؟ ظلمات الجهل والشك والشرك والبدع والمعاصي إلى نور التوحيد ونور السنة والطاعة والهداية فمن تمسك بهذا الكتاب كان هو المهتدي ولذلك كانت آيات الكتاب حكماً وتبياناً لكل شيء وربط ذلك بمشيئته سبحانه فقال بإذن ربهم أي أنه لن يتمكن أحد من الهداية ومن الخروج من الظلمات إلى النور إلا بتوفيك من الله وإذن منه جل وعلا من أجل أن يتوجه العباد إليه فيطلبوا منه أن يهديهم وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور ثم قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد أي الطريق الواضح الذي يهتدي به الناس ويكون سبباً من أسباب نجاتهم دنياً وآخرة وآتا بإسمي العزيز والحميد لمعنى عظيمة فالعزة في مقابل الذلة مما يفيد القوة والنصرة والحميد بمعنى أنه المحمود سبحانه وتعالى لنستفيد من ذلك أن من تمسك بطريق الله كانت له العزة وكان محموداً دنياً وآخرة وبالتالي فإن الدعايات الكاذبة والمضللة التي يبذلها أعداء الله تجاه أوليائه لا تجدي شيئاً لأن الله يجعل العزة لأوليائه ويجعل لهم الثناء والحمد ولذا قال تعالى الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض فهو المالك لكل ما في الكون ومن كان مالكاً للكون كله بما فيه فإنه لا يعجز أن ينصر أولياءه وأن يوجد لهم الثناء الحسن وفي مقابل هؤلاء من أعرض عن سبيل الله وكان من الكافرين فقد توعده الله بالكلمة الشديدة فقال وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ وهذا العذاب كما يكون في الآخرة يكون أيضاً في الدنيا ما هي صفة هؤلاء الذين توعدهم الله بالعذاب الشديد لهم صفات أولها أنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة بمعنى أن أنظارهم وأفكارهم كانت منحصرة في الدنيا وغفلوا عن الاستعداد للآخرة ولذا لم يكن لهم في الآخرة من نصيب ومن صفاتهم أنهم يصدون عن سبيل الله بمعنى أنهم يبذلون الأسباب التي تجعل الخلق لا يستجيبون لدعوة الحق ومن ثم تكونوا ثم ومن ثم يكونون من أهل الضلالة وأما صفتهم الثالثة فإنهم يبغونها عوجا العوج المائل عن الطريق المستقيم وهذه تشمل ثلاثة معان فهم يريدون أن يبتعد الناس عن الصراط المستقيم فيعوج بهم الطريق وهم كذلك يصفون أهل الإيمان بالصفات القبيحة من أجل أن يميل الناس عنهم ولا يستجيبون لدعوتهم ومن شأنهم أيضا أنهم يحرفون الأمور عن مقاصدها فكما أن الله قصد الدنيا لتكون مزرعة للآخرة جعلوا الدنيا غايتهم التي لا يرجون غاية وراءها ولذا قال أولئك في ظلال بعيد الظلالة ضد الهدى فقد ابتعدوا عن الحق والنور إلى الظلمات والظلالات ووصفهم بأنهم قد ابتعدوا جداً عن الحق فقال في ظلال بعيد ثم ذكر الله جل وعلا ما يتعلق بي اللغات التي يكون الأنبياء يتكلمون بها فكل نبي يتكلم بلسان قومه وكل كتاب نزل فإنه نزل بلغة من نزل عليهم الكتاب ولذا نزل كتاب الله القرآن العظيم بهذه اللغة العظيمة لغة العرب فقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم أي ليكون موافقته لهم في اللغة سبباً من أسباب وضوح الحق عندهم وتبين سبيل الهدى فإذا قامت الحجة على العباد انقسموا ما بين مهتد يهديه الله جل وعلا إلى سبيل الحق بفضله وإحسانه وإلى تارك لسبيل الهدى عناداً وجحداً وكفراً بمشيئة من الله عدلاً منه سبحانه وتعالى فأنبياء الله من وظيفتهم البيان والتوضيح وأما الهداية فهي إلى الله جل وعلا ولذا قال وهو العزيز الحكيم فهو عزيز قوي منيع ينصر أولياه ويكف معهم وهو كذلك حكيم بمعنى أن حكمه نافذ وأنه إذا قضى شيئاً فلابد أن يقع كما أنه حكيم له الحكمة فيضع الأمور فيما يناسبها من الأقدار ولذا قد يتأنى بنصرة أهل الإيمان لمعاني يراها وحكم يجعلها لتقديراته سبحانه وتعالى ثم ذكر الله جل وعلا قصة نبي من أنبياءه ألا وهو موسى عليه السلام فقد جاءت قصته مفصلة في سور أخرى مثل سورة والقصص ولكنه هنا أورد هذه القصة باختصار ليحقق المعنى الذي من أجله جاءت هذه السورة ليبين أن أهل الهدى من أنبياء الله وأتباعهم أخرجهم الله من الظلمات إلى النور فكان هذا من أسباب نصر الله عز وجل لهم مع أنه قد وقع عليهم البلاء الشديد وكانوا مستضعفين في الأرض قبل ذلك فقال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أي بعثه الله نبيا بالعلامات الواضحة والدلائل والبراهين التي من تفكر فيها وكان مريدا للحق إن قاد لها شأنه أن يخرج قومه من الظلمات إلى النور وفي هذا دلالة على عمومية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه في أول الآيات قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وفي موسى قال أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وقوله وذكرهم بأيام الله أي عرفهم بالأيام التي أوقع الله عز وجل فيها العواقب الحميدة لأهل الإيمان والعواقب السيئة لأهل الكفر والعناد إن في ذلك أي في هذه الآيات التي سبقت وفي قصص موسى عليه السلام لآيات أي لعلامات لكل صبار شكورة جمع بين الأمرين الصبر والشكر وذلك أن العبد في الدنيا لا يخلو من حالين حال الضراء التي يناسبها الصبر وحال السراء والنعم التي يناسبها الشكر ولذا فإن المؤمن يجمع بين هاتين الصفتين الصبر والشكر ولذا لم يحسن سؤال أولئك الذين سألوا هل الأفضل في حال العبد أن يكون صابراً أم أن يكون شاكراً لأن المؤمن لابد أن يجمع بينهما كما قال صلى الله عليه وسلم عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له والحالة الثالثة لأهل الإيمان أنهم يتوبون ويستغفرون لما يكون منهم من خطأ وزلل ولذلك جاء بصيغة المبالغة صبار وشكور فلم يقل صابر شاكر لأنه يستمر على حالتي الصبر والشكر ثم ذكر الله جل وعلا بما كان عليه بني إسرائيل في أوائر أمرهم سواء قبل بعثة موسى أو بعد أن بعث قبل أن يهلك الله عدوهم فقال وإذ قال أي واذكر إذ قال موسى لقومه من بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم يذكرهم بالنعم التي جاءتهم وبما أورده الله إليهم من الخيرات ومن النجاة من أعدائهم ولذا قال إذ أنجاكم أي رفع عنكم ما فعله بكم عدوكم إذ أنجاكم من آل فرعون أي من فرعون وأتباعه حيث كانوا يسومونكم سوء العذاب يسومونكم يعني يجعلون فيكم عذابا شديدا بحيث يكون علامة عليكم يعرفها كل واحد من الناس فالسمة هي الصفة والعلامة فقد جعل هؤلاء بني إسرائيل يتعذبون ليكون العذاب سمة ظاهرة عليهم ثم قال وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ أي لم يقتصر لم يقتصر ما يسومونه من العذاب عليهم بل وصل إلى أبنائهم فقال وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ والأبناء هم الذكور بينما الإناث يتركونهن ليكون هؤلاء القوم عاجزين مستضعفين وليكون نساؤهم خدما لبني إسرائيل فقال وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ في ذلكم قيل في هذا العذاب الشديد الذي وقع بكم بلاءٌ وشدة قدَّرَهَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ وكذلك يشمل هذا المعنى وفي ذلكم أي في نعمة الله عليكم بإنجائكم من عدوكم بلاءٌ واختبارٌ يختبركم الله هل تشكرون الله جل وعلا على ذلك ولذا انظر حالتي الصبر والشكر في ما قصه الله جل وعلا من بني إسرائيل ثم قال تعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ أي أَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَأَوْضَحَ لَكُمْ وَبَيَّنَ لَكُمْ وَجَعَلَكُمْ تَسْمَعُونَهُ بِآذَانِكُمْ لَيْنْ شَكَرْتُمْ أي إِذَا كَانَ مِنْ شَانِكُمْ أن تشكروا الله على نعمه بأن تعترفوا بأن الله هو المنعم بها وبأن تتحدثوا بها وبأن تصرفوها في مراض الله فإن الله قد وعدكم بالزيادة من هذه النعم وفي ذلك فضل من الله عليكم لأنه متى زادت نعم الله عليكم زاد شكركم لربكم ثم قال وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ أي إِذَا كَانَ مِنْ شَانِكُمْ كُفْرُ نِعَمِ اللَّهِ بِعْدَمِ الْاِعْتِرَافِ بِأَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أو بِصَرْفِهَا فِي مَصَاخِطِ اللَّهِ وَمَعَاصِ اللَّهِ فَحِينَئِذٍ لِيَكُنْ مِنْ شَانِكُمْ أَنْ تَحْذَرُوا مِنْ عُقُوبَةِ اللَّهِ وَعَذَابَهِ فَإِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ مُؤْلِمٌ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَخَاطَبَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْمَهُ فقال لهم إن تكفروا أنتم ومن في الأرض سواء كان ذلك الكفر ضد الإيمان أو كان الكفر الذي هو ضد الشكر فقال إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد فهو سبحانه غير محتاج لعبادة العباد ولا لشكرهم وإنما المحتاج للشكر هم العباد أنفسهم ولذلك فإن الله جل وعلا لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العاصين وإنما الأمر يقع عليه منتفاعا أو تضررا فهذه آيات عظيمة فيها معانٍ وأحكامٍ كثيرة فمن ذلك بيان أن هذا المكتوب هو المنزل من عند الله جل وعلا وأنه هو كلام الله حقيقةً تكلم به سبحانه وتعالى فالقرآن العظيم هو المتلو بالألسن وهو المحفوظ في الصدور وهو المكتوب في المصاحف فكله كلام رب العزة والجلالة وفي هذه الآيات إثبات الصفة العلو لله جل وعلا فإنه لم يذكر أنه أنزل إلا لكونه جاء من العلو إلى الخلق وفي هذه الآيات أن الهداية بإذن الله عز وجل وأنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء لحكمٍ يراها وفي هذا ترغيب العباد في أن يتوجهوا إلى الله تعالى ويسألوه أن يهديهم وأن يجعلهم ممن يخرج من الظلمات إلى النور وفي هذه الآيات أن أهل الهداية بمثابة من يكون في النور الذي اتضح له الطريق وأن من يضادهم بمنزلة من في الظلمات ولذلك كان سبيل أهل الإيمان واحدا لأنهم يشاهدون الطريق بنورٍ من عند الله عز وجل وكان أهل الظلالة على طرقٍ شتى ومناهج مختلفة لأنهم في ظلماتٍ فهم لا يستبصرون الطريق وفي هذه الآيات أن من أسماء الله جل وعلا العزيز والحميد والحكيم فهو العزيز لقوته وقدرته وعلو شأنه ومن ثم فهو يعز أولياءه وهو الحميد المحمود لصفاته ولشرعه ولتدبير كونه وهو جل وعلا الذي يجعل الحمد لأوليائه وهو الحكيم الذي يجعل الأمور فيما يناسبها ويفعل ما يفعل لحكمٍ عظيمة تتحقق بها المصالح الكبيرة وفي هذه الآيات أن ملك الله شاملٌ لكل ما في السماوات وما في الأرض ومن ثم فهو المتصرف في الكون فإذا وعد بنصر أولياءه وبزيادتهم من النعم فهو قادرٌ على ذلك لا يعجزه شيءٌ من هذا وفي هذه الآيات بيان حال الكافرين ومآلهم فهم إلى عذابٍ شديد وهم لا يتنعمون بما يعطيهم الله من النعم في دنياهم ولا يتنعمون في آخرتهم وفي هذه الآيات ترغيب الإنسان أن يكون مستعدًا لآخرته وأن ينوي بأعماله الدار الآخرة والسواب الأخروي فإن تلك الدار هي الدار الباقية أبد الآباد وأما هذه الدنيا فإنما هي مزرعة للآخرة وفي هذه الآيات أنه إنما تستعمل الدنيا لتكون خادمةً للآخرة لا لتكون صادةً عنها مشغلةً عن الاستعداد لها وفي هذه الآيات بيان أن الحق في أحد الأقوال وأن ما عداه من الأقوال فهو باطل ولذا وصف الله جل وعلا طريقه بأنه سبيل الله والسبيل واحد أما طرائق الضلالة فهي كثيرة متعددة وفي هذه الآيات تحريم صد الناس عن سبيل الله سواء بصدهم عن أصل الدخول في الإسلام أو بصدهم عن التوحيد وخصاله أو بصدهم عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بإبعادهم عن شيء من الطاعات التي يطاع بها رب العزة والجلال وفي هذه الآيات تحريم تشويه سمعة أهل الحق سواء كان ذلك بمجرد الظنون أو بإصرار على الكذب والتمويه وفي هذه الآيات تحريم وصفي طريق الحق بالأوصاف المنفرة منه وفي هذه الآيات أن الواجب على العباد أن يقفوا مع أهل الإيمان وأن يجعلوا لهم العاقبة الحميدة وفي هذه الآيات أن الإنسان قد يسير على طريق يظن أن عزته فيها ويكون ذلك الطريق سبباً لظلاله وذلته في الدنيا والآخرة وفي هذه الآيات فضل اللغة العربية فإن الله عز وجل قد أخبر أن الأنبياء يبعثون بلسان أقوامهم ولسان هذا النبي واللغة التي جاء بها كتاب الله وكلام الله هي اللغة العربية وفي هذا دلال على استحباب تعلم اللغة العربية واستحباب نشر هذه اللغة ليفهم الناس كلام رب العزة والجلال وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآية الترغيب في تعلم العلوم التي تعين على لغة العرب وتكون وسيلة لفهمها من مثل دراسة معاجم اللغة ودراسة النحو والبلاغة وغيرها من العلوم العربية التي تعين على فهم كتاب رب العزة والجلال وفي هذه الآيات استحباب إيصال الدعوة الإسلامية إلى الناس جميعا كل بلغته بحيث يوضح له ما في هذا الدين من وصول وأركان ويبين له ما جاء به من الحجج والبراهين التي تجعل الناس ينقادون له وفي هذه الآيات استحباب بيان أحكام الشريعة وفيها الرد على أولئك الذين يقولون بأن من الشريعة ما هو ظاهر وما هو باطن بل كل الشريعة ظاهرة بينة واضحة وقد أمر أنبياء الله بأن يبينوا شرائعهم إنما عليك البلاغ المبين فبيان الشريعة وتوضيحها هو مهمة نبي الله ومهمة أتباعه وفي هذا بيان أنه لا يوجد ما يخف ويجعل خفياً على الخلق من أحكام الله عز وجل وفي هذه الآيات التذكير بقصة موسى عليه السلام وكيف كانت استجابة بني إسرائيل سبباً من أسباب عز الله لهم وانتصارهم ورفعة شانهم وسلامتهم من عدوهم الشيطان الرجيم وفي هذه الآيات فضل موسى عليه السلام ومكانته ومكانة قومه وفي هذه الآيات أن وظيفة أنبياء الله إخراج الناس من الظلمات إلى النور وأن أنبياء الله كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وأن محمد صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى الناس عامة ولذا قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال في موسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وفي هذه الآيات نسبة الحوادث إلى أسبابها فإن النبي صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام لم يكونا هما من يخرج أقوامهم من الظلمات إلى النور وإنما الله هو الذي يهدي من يشاء ويخرجه من الظلمات إلى النور وإنما هم أسباب هداية ومن ثم وصف أو نسب الفعل إلى من هو سبب له وفي هذه الآيات استحباب التعرف على تواريخ الأمم الماضية وعواقب تلك الأمم ليكون هذا من أسباب معرفة سنة الله في الكون عندما يتوجه الناس إلى التمسك بشريعة الله يكون هذا من أسباب توارد النعم والخيرات عليهم وعندما يعرضوا عن سبيل الله تنزل بهم العقوبات وانظروا في زمانكم هذا وفي ما تشاهدونه من تواريخ أمم قد مضت قبلكم كيف يجعل الله العاقبة الحميدة لمن تمسك بشرعه وأراد أن يستعد للآخرة فيعطيه الله تعالى الدنيا تبع وإن لم يكن قاصدا لها وفي هذه الآيات الترغيب في الصبر على ما يصيب الإنسان من العقوبات والمصائب في الدنيا وأن الصبر من أسباب فهم سنن الله في الكون فإذا أردت أن تفهم سنن الله في الكون وأن تفهم ما حكاه الله عز وجل من تاريخ الأنبياء وأقوامهم فليكن من شانك أن تكون من أهل الصبر وفي هذه الآيات الترغيب في شكر الله عز وجل على نعمه ومعرفة أن الله جل وعلا قد أنعم على العبد بالنعم الكثيرة المتتابعة وفي الآيات أن شأن المؤمن أن يجمع بين حالتي الشكر والصبر وأنه لا يمكن أن يتخلى عن إحدى هاتين الصفتين بل لابد من الجمع بينهما وفي هذه الآيات المنع من جهد نعم الله وعدم الاعتراف بها وفي هذه الآيات المنع من الجزع والتصخط من أقدار الله المؤلمة والصبر أربعة أنواع أولها صبر في طاعة الله بأن يربط الإنسان نفسه في أنواع العبادات والطاعات والثاني صبر عن المعاصي والمحرمات فلا يستجيب لداعي شهوته لارتكابها ولإقدام عليها والثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة التي قدرها رب العزة والجلال وأما النوع الرابع فالصبر على أذية الخلق فإنه لن يسلم أحد منها ثم قال تعالى مذكرا بنعمة الله على بني إسرائيل فقال وإذ قال موسى لقومه وهم بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم أي ليكن من شانكم أن تتذكروا ما تفضل الله به عليكم حيث نقلكم من حال سيء إلى حال جيد حسن فأذكروا لما كنتم في الحال السابق يسومكم فرعون وآله سوى العذاب وكذلك يفعلون أنهم يذبحون أبناكم وكأن هذا الذبح متكرر متعاود ولذا استعمل فيه صيغة المبالغة فلم يقل ويذبحون وإنما قال ويذبحون أبناكم وفي هذه الآيات التذكير بأن ما يعطيه الله للعباد من أبناء فهو نعمة منه سبحانه وتعالى وبقاء الابن حتى يشب وحتى يكبر فينفع والديه نعمة من الله جل وعلا وفي هذه الآيات وفي هذه الآيات بيانوا أن النساء يحتجن إلى الرجال ليكونوا عونا لهم في أمور دنياهم وفي هذه الآيات أن الله تعالى يختبر العباد بما يقدره عليهم من المصائب هل يصبرون ويختبرهم فيما يقدره عليهم من الخيرات والنعم هل يشكرون وفي هذه الآيات ترغيب الناس في شكر الله على نعمه بأن يعترفوا بأن النعم من عند الله سبحانه وتعالى ونحن نجد أن كثيرا من الناس يغفل عن هذا فتجده ينسب نعم الله إلى نفسه فإذا قيل له كيف اكتسبت هذه الشهادة العالية قال بجدي واجتهادي وسهري للليالي وينسى أن ينسب ذلك إلى الله وإذا قيل له كيف اكتسبت هذا المال قال بتخطيطي ومهارتي ومعرفتي ونحو ذلك من صفاته وينسى أن الله هو الذي أعطاه هذه النعم وأنه إنما قدر الله له هذه الخيرات وكم من إنسان يماثله في هذه الصفات ومع ذلك لم يحصل له مثل ما حصل له وإذا قيل لصاحب المنصب الرفيع ما الذي أوصلك إلى ما وصلت إليه نسب الأمر إلى نفسه فكان ذلك جحدا لنعمة الله عز وجل عليه وعدم اعتراف بها كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي فنسب ذلك الأمر إلى نفسه ولم ينسبه إلى ربه جل وعلا فكانت العاقبة الشنيعة له أن جعل الله داره مخسوفة به ومن ثم فإن الإنسان لا بد أن يعترف بأن النعم التي حصل عليها إنما هي هبة من الله جل وعلا سواء كانت نعماً دنيوية كما ذكرت أو كانت نعماً دنيوية بأن يهدى الإنسان إلى السنة أو بأن يكون المرء من أهل الإسلام والتوحيد فاستشعر كيف اختصك الله فجعلك من أهل هذا الدين العظيم الذي به النجاة ولم يجعلك من عباد الأشجار أو عباد الأحجار أو عباد الأبقار أو عباد غيرها من أنواع مخلوقات الله جل وعلا وانظر كيف امتن الله عليك فجعلك لا تخضع إلا له سبحانه وغيرك خضع بالذل والسؤال لغيره سبحانه وتعالى ولذلك عليك أن تستشعر أن الله قد تفضل عليك بأن جعلك من أهل هذه النعمة التي اختصك بها دون كثير من عباد الله وحينئذ عليك أن تعترف بقلبك أن هذه النعم من عند الله جل وعلا وكذلك عليك أن تشكر الله بلسانك فتتحدث بأن هذه النعم من عند الله وتتحدث شكراً وثناءً على الله جل وعلا كما قال سبحانه وأما بنعمة ربك فحدث ومن أركان الشكر أن تستعمل هذه النعم في مراض الله كما قال تعالى اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكورة ومتى كان العبد شاكراً لربه زاده الله من النعم ليمكنه من الاستمرار في طريق الشكر والعبادة لله عز وجل ومن كان من أهل الشكر رضي الله عنه كما قال تعالى وإن تشكروا يرضه لكم ومن كان من أهل الشكر أزال الله عنه أنواع العذاب في الدنيا والآخرة كما قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وكان الله شاكراً عليماً ومن شكر الله على نعمه شكره الله عز وجل على قيامه بعبودية الله سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات التحذير من الكفر إما الكفر المقابل للإيمان وإما الكفر المقابل لشكر النعمة فعلى العبد أن يكون من أهل شكر النعم الذين يصرفونها في مراض الله وأن لا يكونوا من ضدهم ففي هذه الآيات أن من كفر نعم الله ولم يعترف بأنها من عند الله فإن الله جل وعلا يعذبه ومن سنة الله في الكون أن من لم يكن بعبودية الله في نعمه جعل الله تلك النعم تنقلب وبالاً عليه يعذب بها وتكون سبباً من أسباب وباله في الدنيا والآخرة انظروا كم من شخص أرداه ماله في أنواع من أنواع السيئات والسوء جعله ذلك يدخل في أبواب الخمور والمخدرات التي أردته وأردت حياته وكم من عباد الله من أوتي من مكن من علم بعض ما في الدنيا فلم يشكر الله على هذه النعمة فكان علمه وبالاً عليه جعله يسلك مسالك المجرمين فتنزل به العقوبات والعذاب الشديد دنياً وآخرة وفي هذه الآيات أن شكر العبد إنما يعود إلى نفسه والله تعالى غني عننا وغني عن شكرنا وإن كان سبحانه يرضى عن الشاكرين ويحب الشاكرين ويحب شكرهم إلا أنه لا ينتفع بشكرهم وهكذا لا يتضرر سبحانه بكفر من كفر من عباده بل لو كفر الناس جميعاً وكفرت جميع المخلوقات بإنسها وجنها ببشرها وحيوانها بنباتها وأحجارها لكان ذلك غير مؤثر في ملك الله عز وجل والله جل وعلا غني حميد فهو المحمود على كل حال وفي هذا بيان أن كلاً من شكر الشاكرين وكفر الكافرين كان لحكم يراها سبحانه وتعالى فمن حكمة الله في إيجاد إبليس وإيجاد الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله أن يوجد عبادات لا يتمكن الناس من فعلها بدونهم فمن تلك العبادات عبادة الدعوة إلى الله وعبادة النصيحة وعبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعبادة الجهاد وبالتالي يكون من أسباب بقاء الحق هذا الصراع الذي يكون بين الحق والباطل كما ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز أن من أسباب بقاء الحق تلك المدافعة بينه وبين الباطل قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين وبالتالي نستشعر أن وجود بعض المعاصي ووجود الكفر في بعض أقطار الأرض له حكم لله فيها حكمة بأن يظهر الحق ليميز بين الحق والباطل وليكون ذلك من أسباب استمرار أهل الحق في تعلم الحق وفي نشره والدعوة إليه فيبقى الحق ظاهرا بارزا بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم يا حي يا قيوم جعلنا ممن استعد للآخرة اللهم جعلنا ممن دعا إلى دينك اللهم جعلنا ممن قال بالحق وعمل به اللهم يا حي يا قيوم احمنا من الضلال اللهم يا حي يا قيوم جعلنا ممن بينا أحكام شرعك ودعا الناس إلى دينك يا ذا الجلال ولي كرام اللهم جعلنا من الصابرين الشاكرين اللهم جعلنا ممن إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر وإذا أذنب اتاب واستغفر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم وفقنا لشكر نعمك وزدنا منها وجعلنا من المثنين بها عليك المستعملين لها في طاعتك المقرين بأنها من عندك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألف ذات بينهم اللهم أغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اجمع كلمتهم على الحق اللهم اكفيهم شرع أعدائهم اللهم انشر فيهم العلم اللهم اخرجهم من الظلمات إلى النور اللهم اجعلهم من أهل التوحيد والسنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تول شأنهم كله اللهم يا حي يا قيوم أصلح ذراريهم وبارك لهم في أرزاقهم وأمنهم في أوطانهم اللهم وفقوا لا تأمورنا لكل خير اللهم بارك فيهم واجزهم خير الجزاء واجعلهم موفقين في كل أمورهم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة